في ارتباط بين سوق العمل والدراسة ولا ما فيش ارتباط؟ الحقيقة أنا من الفريقين يعني أنا مش من فريق واحد أنا شايفة أنه فعلا فيه ارتباط وثيق جدا ما بين الدراسة في الكلية وما بين سوق العمل في بعض المجالات وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي مش بس المهندس ومش بس طبيب الأسنين ومش بس الطبيب البشري وتخصص الأطفال والمايكروبيولوجي هما اللي محتاجين أن يكونوا خرجين هذا التخصص الأكاديمي في الكلية لكن الحقيقة كمان فيه حاجات تانية بتفرض نفسها يعني مثلا نقدر نقول أنه مهنة زي الإعلام أو المزيع والمزيعة مهنة مفتوحة لكل المجالات مش مرتبطة بس بخارجة كلية إعلام بس خلينا أسأل حضرتك بما أنك أصلا خارجة كلية إعلام قسم إزاعات التلفزيون صحافة صحافة قوليلي هل ممكن ده يكون مساعد حضرتك كتير في تقديم البرامج وفي كريرك؟ هل لو كنت من كلية تانية كنت هتبدأي من نفس النقطة ولا كنت هتحتاجي لتمرين وبرامج تدريبية في الأول؟ تساؤلات مشروع متخيلة نيح جاوب إزاي تفتكري؟ متخيلة أنه دراسة الماس كومينيكيشن في الكلية فرقت كتير أكيد في تكوين شخصيتك في تدريبك من سن صغير من تحت العشرين على الوقفة قدام الكاميرا على التعامل مع جمهور على إعداد محتوى على كمان فرض تساؤلات على تقبل وجهات النظر الأخرى على البحث على محاولة الإجابة على تساؤلات ممكن تبدو أنها موجودية أو أنها تكون صعبة أكيد دراسة زي دي فرقت كتير في كل شخص درسها عن حب سواء بقى كان صحافة أو إذاعة التلفزيون لأنه في الحقيقة المجالين بيقدموا إعلامي قوي جدا وجهة نظري دي ممكن أسمع منك برضو الإجابة كلامك يعني متفق معك كتير فيها دكتورة بس في مجال كبير قوي في بعض العلوم الإنسانية للإبداع والإطلاع والثقافة وللناس اللي بتشتغل على نفسها يعني فكرة رهبة الكاميرا أعتقد أنها موجودة عند أي حد على الأقل في مراحل معينة بالأضافة أن كل مرة هوى بالنسبة لنا يا مصطفى أعتقد بتبقى برضو يعني لها احترامها كل بداية هوى والتزام بمعادة هوى بيبقى له الوقفة على المسرح كمان لها نفس الهيبة برضو أنا بشوف بقى أن سوق العمل النهاردة محتاج لحاجة أهم كمان من المؤهل الدراسي الجامعي بلا شك خلينا بس نبني أرضية مهمة جدا في نقاشنا ألا وهي أن المؤهل الدراسي الجامعي أمر لابد منه في سوق العمل الحالي بعض الناس بتقول أنه مش مهمة أكون خريج جامعة لعشان أقدر أبقى بنافس في سوق العمل الحقيقة أنك ممكن تلاقي وظيفة لكن مش هتكون الشخص المنافس وده المهم جدا يعني أقدر ألاقي وظيفة فعلا بدون مؤهل جامعي ولكن عشان أكون منافس حقيقي أنا محتاج أكون أكاديمي متخصص واخد دورات أكاديمية بطور نفسي بشتغل على مهاراتي الشخصية ومهاراتي التكنيكال أو الفنية من الحاجات الملحوظة جدا في سوق العمل وفي التوظيف في الشركات في أننا بنفتقد عنصر مهم جدا في المتقدمين للوظائف ألا وهو الكفاءة الكفاءة مش بس رجع للتعليم الأكاديمي الكفاءة رجع للنالج أو المعرفة بشكل عام سقل الخبرات بالضبط المعرفة جزء منها التعلم في الجامعة جزء منها وعشان كده ممكن يبقى مفيد في بعض المهن ولكن هل لو أنا خريج كلية نظرية من العلوم الإنسانية اللي هي بتفتح مجالات واسعة وباب واسعة جدا لكل المتقدمين هل ده ممكن يكون حاجة ما بتضفش للشخص اللي لازم يكون متخصص الحقيقة أنه لا سوق العمل بيفتح المجال لأنه النهاردة فيه أدوات وبرامج تدريب كتيرة جدا سواء أونلاين أو أوفلاين في مراكز حضور على أرض الواقع أو حتى أونلاين جوه مصر وبرى مصر ده كله ممكن يفرق فيه تطوير المهارات ترجمة نانسي قنقر